بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون في الآيات السابقة بينا خصوصيتين من خصوصيات المنافقين وفي هذه الآية الله تبارك وتعالى يبين الخصوصية الثالثة وهي التلون وتغيير الكلام حسب المواقف وإذا لقوا الذين آمنوا إذا التقى المنافقون من لقية بمعنى الملاقات إذا التقى المنافقون بالذين آمنوا شنو موقفهم شنو كلامهم قالوا لهم آمنا إحنا مؤمنين مثلكم أما الموقف الثاني وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إلى سائر المنافقين إلى أشباههم شنو يقولوا لهم قالوا لهم إنا معكم إحنا منافقين مثلكم هذا تلون المواقف تغيير الكلام في هذا المكان هكذا مع المؤمنين يظهرون الإيمان مع المنافقين يقولون نحن معكم يريدون إرضاء الجانبين مع المنافقين مع أشباههم يزيدون كلام آخر ما يكتفون بإظهار معتقدهم وهو النفاق يضيفون كلام آخر يقولون إنما نحن مستهزئون نحن مع المؤمنين الذين نقول لهم آمنا إحنا في الواقع دا نستهزئ بهم في إظهار الإيمان لهم وهذا هو دليل نفاقهم وإلا لو كانوا حقيقة مؤمنين وأظهروا الكفر تقيتان بس شنو يقولون نحن معكم من باب التقية بعد ما يضيفون كلام آخر إنما نحن مستهزئون هذه الخصوصية الثالثة للمنافقين ولكن الله يستهزئ بهم يعني يتعامل معهم كالمستهزئ يفعل لهم فعل المستهزئ شلون يجري عليهم في الدنيا أحكام الإيمان فأحكامهم مع المؤمنين سواء أما في الآخرة فيجازيهم بجزاء الكفار يعاملهم في الدنيا معاملة المؤمن ويعاملهم في الآخرة معاملة الكافر وفي بعض الأحاديث إنه يستهزئ بهم في الآخرة في النار ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يقويهم يعطيهم القدرة شنو معنى إمداد الله سبحانه وتعالى معنى إنه يتركهم ليفعلوا ما شاءوا ما يقف أمامهم بالقوة ما يضرب على إيدهم ما يجبرهم ما يقف بالقهر والغلبة أمام تماديهم لا الدنيا دار اختبار دار امتحان ما بإجبار وإلجاء فمعنى يمدهم أنه يهملهم يتركهم ليفعلوا ما شاءوا هذا مثل ما أنتوا تقولون الأب مثلا يمد في تجاوزات ابنه يعني يتركه يقدر بالقوة والقهر يوقف قدامه ولكن ما يوقف قدامه فهذا ينسب إلى الأب لأنه أمده تركه أو تقولون مثلا الملك يمد قطاع الطريق لأن الملك بقدرة الشرطة والجنود اللي عنده يقدر يستأصلهم يقدر يحاربهم بس تركهم أهملهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الطغيان تجاوز الحدود العمه يعني عمل قلب التحيير التيه العمه في البصيرة مثل العمى في البصار يشلون واحد إذا عينه متشوف انعبر عنه أعمى إذا قلبه ما يشوف إذا بصيره ما عنده هذا يعبر عنه بالعمه وهو عمل قال يعمهون يعني يتحيرون مثل الشخص المتحي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك يعني المنافقون الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوا الهداية بالظلالة باعوا دين الله واشتروا الكفر بالله فكأنهم أعطوا الهداية وأخذوا مكانها الضلالة أو كأنهم أعطوا أنفسهم في مقابل الضلالة بينما كان اللازم أن يعطوا أنفسهم ويأخذوا الهداية أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعلوا شنو عاقبت هؤلاء المنافقين عاقبتهم أنهم لم يربحوا في هذه التجارة مو بس ما ربحوا خسروا رأس المال أيضا فما ربحت تجارتهم المعنوية مع الله تبارك وتعالى بل خسروا رأس المال الذي هو أنفسهم لأنهم اشتروا النار وباعوا الجنة التي كانت معدلهم لو آمنوا وما كانوا مهتدين في هذه التجارة والاشتراع فهم ظلون عن الطريق وبالآخرة خاسرون لا جعلنا الله منهم وأبعدنا الله وإياكم من شرورهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين